خلينا نبدأ مع حضراتكم من هيئة الأرصاد الجوية وحالة الطقس لأن هيئة الأرصاد الجوية قالت إنه من النهار ده لحد يوم الأحد القادم حالة الطقس هتكون كالآتي طقس حار رطب نهارا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وفي الليلة هيكون معتدل رطب بينما سيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا ومائل الحرارة ورطب ليلا عشان بس برضو حضراتكم تعمل حسبكم على موجود الحر الموجودة اللي بتتراوح درجات الحرارة فيها على مستوى محافظات كومورية خلال من الثلاث للحد القادم ما بين 37 وتصل إلى 45 طبعا في المناطق الجنوبية بالإضافة لده أشارت إلى ارتفاع نسب الرطوبة بقيم تتراوح تقريبا بـ 2 لـ 4 درجة مئوية متوقع يكون فيه شبورة على الطرق خصوصا الطرق الزراعية وطرق السريعة والطرق القريبة من المستطحات المائية فأرجو من الجميع أنه يتوخى الحضر بالإضافة لده قالت الهياء أرضا أنه فيه فرص للسقوط بعض الأمطار على أمطار خفيفة على سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة ده بالنسبة لحالة التقص خلال الأيام القادمة فأرجو من الجميع أنه يتوخى الحضر